نحن في مصر دايما نقول أن الإجابة تونس صحيح تونس دولة أقل عددا من السكان ولكن عندهم ناحضة علمية حقيقية نسبة الأمية لا تقارن بالنسبة الموجودة مثلا في مصر عندهم ساحات أكبر من الحرية والتعاطي مع المجتمع المدني بعكس التجربة المصرية اللي شهدت منذ وصول الضباط الأحرار للسلطة في 1952 تضييق وتجديد شديد على دور منظمات المجتمع المدني وجعلها أقل الأدوار إمكانية بدعوة أن المؤسسة العسكرية أو الجيش في هذا الوقت وما زال حتى الآن يسيطر على مجريات الأمور في البلاد لذلك نجد مثلا أن كل القوانين التي تتعامل مع منظمات المجتمع المدني أو مع النقابات العملية أو مع النقابات المهنية هذه قوانين جائرة وتمنع النشطاء وتمنع الحقوقيين وتمنع المجتمع المدني من التطور والنمو والقيام بدوره الفعال في خدمة قضايا مصر أين أنتم الآن كحقوقيين وأيضا كمجتمع مدني يعني عندما تنظرون إلى دولة مثلا كتونس وما فعله التونسيون أو على الأقل النقابات أين أنتم من كل ذلك؟ هذا ما أريد أن أعلمه لو سمحت نحن في الحقيقة نمارس دورا إيجابيا بدرجة كبيرة رغم الظروف الصعبة التي نواجهها في مصر من التقييد ومن القوانين الجائرة التي تحدثت عنها من قبل نحن نسعى بقدر الإمكان للدفاع عن حقوق الإنسان والتوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافة الديمقراطية والحوار ولكن ما زالت الكثير من وسائل الإعلام والكثير من مؤسسات الدولة لا تزغي للرسالة التي نتبنيها ترجمة نانسي قنقر